مع بشائر الخير والرحمة حيث شهدت العاصمة أبوظبي اليوم أمطار مختلفة الشدة تراوحت بين المتوسطة والغزيرة مصحوبة بحبات صغيرة من البرد أحيانا أدت إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتركزت الأمطار على مناطق بنياس والوثبة صاحبها البرق والرعد وتسببت الأمطار في تجمعات للمياه في المناطق المنخفضة كما شهدت بعض المناطق الواقعة بين أبوظبي والعين تساقط أمطار رعدية بين المتوسطة والغزيرة بالإضافة إلى هطول أمطار مختلفة الشدة على شارع الوطن جنوب المنطقة الشرقية أدت إلى جريان الشعاب والأودية وأتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا وتظهر السحب شرقا وجنوبا قد تكون ركامية مع احتمال تشكل الضباب ليلا على بعض المناطق الساحلية والداخلية هذه اللقطات من تصوير فريق مركز العاصفة ترجمة نانسي قنقر